بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا موداً لبني إسرائيل ألا تتخذه من دوني وكيلاً ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ومتعلن علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا بل بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً ثم اغددنا لكم الكرة عليهم وأمتدناكم بأموالهم وبنينا وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوه وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولين تبقروا ما علوا تذبيراً عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً إن هذا القرآن يثني للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لأن لهم أجراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرج أعتقنا لهم عذاباً هليماً ويدعو الإنسان بالشرع دعاه بالخير وكان الإنسان عجولاً واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحسابة وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل إنسان ألزمناه طابراً في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يبقاه منشراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيماً من اهتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر بازرة مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً وإذا مرضنا أن نهلك قرية نمرنا مخر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فذمرناها تدميراً وكم أهلكنا من القرون من بعض الموح وكفى بردك بذنوب عباده خبيراً بصيراً من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذنوماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض قل الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً لا تجعل مع راه إلها آخر فتقعد مذنوماً مخلولاً وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيام وبالوالدين إحساناً إما يغلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أفهم ولا تنهرهما وقل لهما خولاً كريماً وما جناها الثل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالدين فإنه كان للأواقين غفوراً وهكذا القربى حقهم والمسكين ومن السبيل ولا تبثرت بذيراً إن المبثرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً وإما تعرضن عنه بطغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيراً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَتَهِمْ لَكِنْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَلِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ فِطَرًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَهُ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَلْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا نُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَخْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيهِ أَكْسَنُ حَتَّى يَغْلُوَ أَشُدْهَ وَعُوفُوا بِالْعَدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْهُولًا وَعُوفُوا الْكَيلَ إِذَا كِلْتَ وَزِلُوا بِالْقِصْطَاصِ مِسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَكْسَنُ تَهْوِيلًا وَلَا تَخْرُفُ مَا نَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ أُلْأُلَاكَ كَانَ عَنْهُ مَسْهُولًا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبَلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتِئُمُ وَعِنْدَ رَبِّكَ غَكْرُهًا ذَلِكَ مِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَطَانِ إِلَاهًا آخرَ فَتُلْقَى فِي جَهْنَّمَ مَنُومًا مَنَكُورًا أَفْأَصْفَنَكُمْ وَأَرْضُكُمْ بِالْبَنِينَ وَانْتَخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْنَافَةِ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي آدَى الْقُرْآنِ لِيَتْذَكَّرُمُ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَالَ مَعَهُ آلِذَكُمْ كَمَا يَقُولُونَ إِذَنْ لَبْتَغَوْا إِلَى الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانًا وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا تُسَبِّفُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ والأَرْضُ وَمَا فِيهِنْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسَبِّحُ لِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْخَرُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآثُرَةِ عِجَابًا مَسْكُورًا وَاجْعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَطْقَهُمْ وَفِي آثَانِهِمْ وَقَرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَهْدَهُمْ وَلَّوْا عَلَى نِبَارِهِ النُّفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعورا انظر كيف ضاروا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا كل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك ومؤسأ ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريما يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثهم إلا قليلا وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشق يرحمكم أو إن يشق يعذبكم وما مرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضه وهاتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحوينا أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا لنملكوها قبل يوم القيامة أو عذرها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل في الآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مرسرة فظلوا بها وما نرسل في الآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن عربك أحاط بالناس وما جعلنا ربيا التي أريناك إلا فتلة للناس والشجرة المنعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا لربانكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأفتنك أن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءهم جزاء مغفورا واستفسس من استقعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعنهم وما يعدهم الشيطان إلا خرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضل إنه كان لكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعطم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف لكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في لتارة أخرى يرسل عليكم حاصبا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البلد والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كله ناس بهبابهم فمن أوتي كتابهم بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم يقرأون كتابهم ولا يخلمون فتيلا ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة الأعمى وأضل سبيلا وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لن تخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لنذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفسونك من المرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج سقا واجعل لي من لذنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا ذنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يقوسا قل كل يعمل على شاكلته فرقكم أعلم بمن هو مدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما موتيتم من العلم إلا طليلا ولئن نشدنا لذنب الذي نوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فالظهر كان عليك كبيرا قل لذن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس بهذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفشر لنا من الأرض أنبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنم فتفجر المنهار خلالها تفجيرا أو تسطر السماء كما زعمت علينا كسفا أو تذكي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو توقى في السماء لن نؤمن يرطيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء أهم الهدى إلا إلا من قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يفد الله فهو المهتدى ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلها خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وغفاتا أئنا لما بعثون خلقا جديدا أولم يرغن الله الذي خلق السماوات والأرض خادر علىه يخلق مثلهم واجعلنا أجلا لا غيب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزايا رحمة ربي إذا لهمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خطورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاستغلين إسرائيل أن جاءهم فقال لهم فرعون فقال لهم فرعون إني لا ظنك يا موسى مستورا لا قال لقد علمت ما منزلها هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مستورا ففرد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبنين إسرائيل اسكنوا الأرض اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جنابكم لثيفا وقلنا من بعده لبنين إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جنابكم لثيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلاه بشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتفرمه على الناس علىه ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين موتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون يخرون للأثقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأثقان يبكون ويخرون للأثقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلو الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافتها وبثغمين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتفذ ولدا ولم يكن له مشريك في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون ولم يجعلون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا للاباههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلناها على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا هاتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آثانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك لبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن اخترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأهو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وتر الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعكتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا غاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين واستادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرق في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملك حدا أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للفالدين نارا نارا أحاط بهم سؤادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من سندس واستبرقا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واطرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت أكفرت بالذي خلقك من ترابا ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنهم الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يغتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفين على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك لربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذره الياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون سينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين وشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما أعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وثريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباقل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا مجوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت الله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آثانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمر يحقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ هوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبر فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغلق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقط فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتهويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تهويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين الستين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومهجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زغر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أأتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله متكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا واعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عمطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة واسنا ذلك جزاهم جهنم بما كفروا بما كفروا وانتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جنات مثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ترجمة نانسي قنقر